السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من زيادة نعملية نية ربطون وبخير معاكم زماني في كومنتين وبركار سأشرح النهاردة المحاضرة الثالثة في الفيسيو بعنوان الفيمير المردد في سيستم برتوان قبل من نبدأ نوضع المذاكرة لأننا سارك فان من نبيين وحزن مفتنين ومالاكت المقربين الله مرحل ألسة نعملية نتكرك وقربنا بغشتك وأسرانا بطعاتك أنك على كل شيء قدير وحزن الله ونعمل وكيف نحن بحضرة طويلة فنحاول نشرح كقصة في الأول بعد كده نقرأ الكرام بسرعة عشان الفيديو بس ما يتغلش مننا في البداية حبيه هو أول صفحة أو صفحة ونصف يعني كلامها مش مميز يعني كلامها عادي كده عارفيني يعني اه أه أه قال لك من عندي أوفر فيو عين الها الفيمير Eduardo Cัد to Action هي الوفراء زي ما كان موجود عن المال كانت تسلس هنا الوفراء والاقام بيقوموا نفس الوظيفة إنه بيكوونه إيه بيكونوا الها الجاميتات أو بيكونوا هي الحرمونس يعني إسروجين أو برغسترون في الفيمير تمام؟ تمام؟ عملية الوجينيطة هي عملية البرودكشن أو الريليز للأوفم أو الإج تمام؟ التصوير يصبح أو طبيعات علاقتي ثم يقال لديك العشorta وتعيد طبعات ثم يقال لديك العشن ويقع استعمال تكسيم المل لديك وهي unglaubام على 같은데 هي سجوع هم هناك ي vag退 من المباشرة الليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليليلي يجب أن يحصل بعدها لازم أن الطفل سيحصل له لكتائشن عشان يمه فمهم جدا أنه يعملون لكتائشن فقال لك أن البريست يعتبر من ضمن البريست ولكنه ليس يعتبر من الجينيتال أرجان بعد ذلك قال لك أنه لدي السيكشوال لايف لدي السيكش ولايف في الفي ميل لدي السيكش وللايف في الفي ميل لديها شيكش كانت أ textile وهكاة دقيقة but من أول محاولة المعروف لديها ع arrests خلص لأنه لا يوجد هرمونات أصلا شغالة فبالتالي عند الأورغان يعتبر أنها لا يوجد وظيفة يعني لا يوجد وظيفة عشانك الأورغان تفضل كما هي لا يوجد وظيفة بفعتها وقال لك أنها تبدأ من 12 إلى 15 سنة قال لك أنها تبدأ من 12 إلى 15 سنة قال لك أنها تتمتد من حدوث البيو بيرتي لحد حدوث البياني بوز فبالتالي بتوقف الضهرة شهرية قال لك أنها تسميه بالتأكيد من أول دور الطمس قد تسميه معين تسمى مينرك أعني مينارك قال لك أنها توقف دائما عنده توقف دائما للدور الطمس مثل المينبوز سميها توقف دورة التامس لكن المرحلات المينيبوس تبدأ من سن 45 ل55 لكن المرحلات المينيبوس تكون مبين المينارك والمينيبوس هي موجودة مبين المينيبوس والمينيبوس هي اول دورة شهرية ومرحلة التوقف التامس قال لك ان في المرحلة المينيبوس تقدر ان هي تتكاثر بعد كده قال لك انها البوست منيبوس من اول المينيبوس توقف الدورة التامس لحد اخر عمرها ان شاء الله قال لي عند اليال فونكشن اف اليل في مين انا بحاول لك ان اقرأ بسرعة لك ان هذه الحاجات ليست مهم قوي مقارنة ببقية المحاضرة لان انا لو شرحتها شرحت الحاجات دي بالتفصيل اكيد ان تفهمها فالمحاضرة الاسف هتطول منها جامد فبحاول ان انا اقرأها بسرعة الحاجات اللي احنا عارفينها اصلا او خدناها في الميل لكن الحاجات اللي بعد كده اظهرني هي محتاجة اهمية اكبر الفونكشن بتاعت اليل في ميل برضو يعني بيكرر تاني اليل ايال او جنيس او اليل هورمونال ايه هورمونال فونكشن طيب قالك ان عندي بقى الاوجينيس دي عبران ايه قالك هي عبارة عن يعني مراحل او سلسلة مين المراحل اللي بتحصل علشان احاول الـ developing egg ان هي الـ immature او اللي هي اللي هي اللي سا البدائية احاولها ايه اعملها differentiation واحاولها لماتور ايج او open خلاص تمام يعني نحاول الـ developing ان هي الحاجة البدائية اللي ايه ليه حاجة ماتور طيب قالك ان انا عندي الـ stages بقى بتاعت الاوجينيس قالك ان انا عندي الفيميل حطها دايما في النغة كده ان الفيميل هي دايما بتحب تستعيد قبل المرحلة اللي جاية يعني ايه يعني تحب دايما تبخيل نفسها جهزة للفترة اللي جاية او مثلا تحب تستعيد للحاجة قبلها بفترة خلاص يعني هتلاقيها مثلا بتكون البوادات بتاعتها وهي قصا جنين على عكس الميل الميل كان بيكون السبيرم بتاعه اه في المرحلة البيو بيرتي تمام لا هي بقى مجرد ما اول ما كانت او اول ما تكونت وباقت جنين بتبدأ ان هي تكون ايه اللي هي القوفة بتاعتها او مش يعني بتحاول تتكون البوادات بتاعتها يعني تمام فاعرف دايما ان الفيميل دايما سابقة بخطوة يعني سابقة بخطوة او بتحاول تجهز للمرحلة اللي بعدها بقابليها يعني بتستعيد لها يعني وكده خلاص قالك ان انا قسمت بقى لقوق جنيسز ديات لانترا يوترين يعني داخل اليوترس بتاع الام تمام او مثلا اكسترا يوترين يعني خارج اليوترس اسمناها لبري بيو بيرتل اللي هي قبل البلوغ او بوست بيو بيرتل اللي هي بعض ايه بعد البلوغ وكده طيب بوست بقى الشرح ده كله يعني هيتعاد ويتكرر بعد كده كده كتير فا انا حاول اشرح في الاول وبسطه بعد كان نقرأ اول حاجة قالك ان انا عندي في خلايا بدائية بتبقى موجودة طبعا ده كله في انترا يوترين يعني هي دلوقتي جنيسز ديات لانترا يوترين يعني هي ضغط وفيري خيكенко كزبي اولية من الكحليين بيبقى عندي هي ثلاث من الخلية اول خلية Vamoser باول خلية تبقى موجودة يوجد يعنيها Buffalo brain a primary oocyt الطيب اول حاجه قالك انه عندي جيرمسال تبقى موجوده فهم مطبئة ضعيه الجرمسل الخلاية الجرسمية ديت بتاعه بتنقسم انقسمات كتيرة تمام تمام اثناء الهجراف بتاعتها وبتتحول بعد كده الاوغونية خلاص يعني هي كان في الاول كانت عبارة عن جرمسل تقصرت كتير او انقسمت كتير انقصام ميتوزي وانتقلس للاشرة فسميناها او اوغونية او بنسميها بريمورديا الفوليكل عبارة عن فوليكل بداية خلاص فوليكل بداية طيب الاوغونية ذيت بعد ما انقصمت كده ببدأ انا احاوتها بغلاف تمام محاوتها به غلاف يعني عند الاوغونية ههيت تمام بعد ما انقصمت كل واحدة فيهم بحاوتها بغلاف ISM الغلاف ده اه اسمه اسمها ايه اسمها قليلوساي ما إلون هو غلينها جران ما قالت بطوره الدين؟وب وقرصทείه بعد ما 되는데 سحاوتها بريمورديا الفوليكل يعني بمجرد ما حطيط عليها حاجة كده غشقة حواليها بعيد ايه بقيت فوليكل دلوقتي خلاص تمام فقال لك iye قليل و когда بعدما اثنتهين بدأت أن توقف انقسم تلكها قمت بقي受ات كثير بعدما اثنته تحتفظ기 تجد من أج cidade بمجرد موقفة الكوسيوم وتحوطت بجرانيلوزا سل تحولت لبرايماري وقوسيوم بريمورديال فوليكل بريمورديال فوليكل بريمورديال فوليكل بريمورديال فوليكل تحتوي على الهجرة بغير الافجرة تحتوي على المادر الاسيق بمجرد الافجرة الافجرة تحتوي على سلم تمام وبتتحول ل cose اسمها بريمورديا الفولكل تمام 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 قالك ان انا عندي عند الشهر الخامس من كتر الانقسامات اللي انقساماتها مليون كلينت لحوالي من ستة لسبعة مليون يعمل اق squeeze خلاص يعني من كتر الانقسامات اللي هي الميتودج اللي هي لعملتها فوق ديات كونتلي من ستة لسبعة اق pushing اق fundamentally từ 50 디 Esperings بعد ما وقفت الانقسامhouses بقى الحمد لله اق chia 얼마 تاني وقفت انقصامات بيحصل لها وبتتحول لبرايماري او او سايت خلاص تمام قالك ان كل او او سايت كنا واخدينها في الميل بتحتوى اي بتحتوى على ستة واربعين عادي جدا بس دابل ايه دابل ايه دابل ايه كوروموزوم خلاص تمام قالك ان الفيميل بمجرد ما بتتولد الفوليكل دي عددها بيقل وكل ما نخش مرحلة يعني بعد ما نخش مرحلة كمان هتعرف ان هي ورضو ايه يعني بتقل تمام يعني العدد يقل مع الوقت خلاص علا ان هي مجرد ما بتتولد بيوصل عدد الفوليكل حوالي ايه حوالي واحد لتنميليون برايماري او او سايت او اللي ايه برايمور دي العيمه طيب خارجت باقي دلوقتي الحمد الله بالسلامة وتولدت وباقي دلوقتي فى مرحلة اه يترين ستيج تمام طيب قالك الكترا يترين ستيج زى ما احنا قلنا اما يكون فى مرحلة ما قبل البلوغ او مرحلة ما ما قبل البلوغ انت متخيل هيبقى ليها اهمية او اصود يعني هيبقى في حاجة شغالة او الفلكل ديت مثلا ممكن تقسم او تكون حاجة تانية اقولك لا احنا عارفيني ان مفيش هرمونات اصلا مفيش هرمونات يعني دلوقتي السكسورجنز اصلا نوت فانكشن يعني ايه مالهاش اي وظيفة فبالتالي ايه فبالتالي انت متخيل دلوقتي ان انا عندي فيه اللي هي البيوبرتل مالهاش اي 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 انقصمات او في حاجة هتتغير فيها خلاص كل الحاجة الوحيدة اللي عايزك تعرف فيها ان هي عدد الفلكلز قالت او عدد الاقصايت قل احنا قلنا بقى كل ما نقش كل مرحلة الاقصايت بتاعتها بتقل تمام تمام لحد ما وصلت 300 الف في البيوبرتي يعني مورد ما وصلت لمرحلة البلوغ وصلت لي 300 الف تمام تمام عدا بعد كده قالت انا عندي بقى بعد مرحلة البلوغ طبعا كل التغيرات هتحصل فيتمر مرحلة ايه اللي هي ما بعد الايه مابعد البلوغ طيب انا دلوقتي كان عند او قصيت صح؟ طميم وصلت لك ان انا عندي البرميو او قصيت او ديت عنديه ايه عندها 46 او دابل ايه دابل استرند كرونسون ودايما كنت اقيل ليك ان الفيميل سابقى بخطوة يعني ايه سابقى بخطوة يعني المفروض ان انا عند primary or site ديات لو انت فاكر من الميل كان ايه كان بيقسم انقصام ميوزي صح انقصام ميوزي اول بعدين بيقسم انقصام ميوزي تاني صح طبعا ايه كانت تسبق بخطوة يعني ايه يعني عايز اقولك ان هي لما كانت اصلا في تص وكونت ال primary or site بعد ما كونتها دخلت اصلا في الفرست ايه في الفرست ميوزيك بس ما كملتهوش هي بدأته عارف الياه بتحاول ان هي تسبق باي حاجة بس هي ما بتكملش الخطوة الاخر هي عارف الياه بتعمل حسابها بس يعني مجرد ان كونت primary or site دخلت عادي جدا في مرحلة في الفرست ميوزيك فيز تمام او الياه division يعني بس ما كملتهوش وقفت عند حاجة اسمها برو فيز تمام يعني وقفت عند مرحلة البرو فيز ما كملتش تمام تمام القالك بقى هتبدأ بقى تكمل بقى يعني بدد وقت البيو بيرتي هتبدأ بقى تكمل الياه اللي بدأته يعني ايه يعني عند primary or site اللي وقفت عند اللي هي ال layer pro phase هتكمل 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 الميوزيك بس مش هتكمله كده يعني مجرد البيو بيرتي فأي مرحلة لأ قبل مرحلة ال ovulation قبل مرحلة الطبويد تمام يعني قبل مرحلة ال ovulation هتلاقيها بكم ساعة كده الدخلت تكمل يعني الفرست وتكون لي سكندري تمام يعني ايه براحة كده عشان يعني ما نتلغبطش سانية كده اهو انا كان عندي خلاص وقفة عند ده كله كان ايه عند يعني هي اتولدت اصلا اتولدت اصلا المبيض بتاعها كله عبارة عن يعني انا لما ده تولدت اهي ما عندهش او جنيه اصلا في المبيض ولا عندها ايه بريمورديا مسلا اصلا تمام كلهم يتحولوا البرامري او سايت وبدأ يتقول فيز من من اللي هو الايه اللي هو البرو فيز قلاص تمام طيب دخلت بقى في مرحلة ايه في مرحلة البيو بيرتي دخلت في مرحلة البيو بيرتي قالك ان الميوزز هيكمل تمام هيكمل بس لازم ايه لازم قبل مرحلة اللي هي مرحلة التبويض بكم ساعة يعني قبل ما يحصل خروج او تفجير لحوائصة الجراف لو انت فاكر من ثلاثة السنوي قبل ما افجر الحوائصة ديات قبلها بكم ساعة بس بيبدأ يحصل ايه القصم الميوز الاول بيبدأ يكمل تمام تمام هي مهمة جدا اللي انا ماكد عليها انها مهمة ممكن نجي اسألك فيها يقول لك ليه بيبقى بيبقى بيحصل خلاص تمام طيب لما يحصل بقى يديني ايه هيديني اللي هو ممكن يحصل اصلا يعني بيضمر او بقى المهمة بقى اللي هي سكندري ايه سكندري او قصيد طبعا اه لانك برضو الهميل برضو لازم تصبق بخطوة السكندري او قصيد ديات بتقوم ايه بتقوم دخلا في اللي هي السكند ايه السكند مويتك ديفيجن تبدأه برضو ما تكملهوش يعني مجرد تبدأ فيه وتقف عندي الميتافيز تمام ليا الميتافيزة النهيات بتقف عندها ما بتكملش ايه ما بتكملش السكند ديفيجن خلاص تمام بعد كده بقى بعد كده عند اللي هي السكندري أوسيد ديت السكندري أوسيد ديت بتبقى موجودة دخل ايه دخل حويسل الجريف خلاص تمام آم طيب هو دلوقتي المفروود ان احنا عارفين ان هو يحصل حاجة اسمه والي هو مرحلة طبويت خلاص تمram حصلت مرحلة طبويت حصل اللي هي اللي هي فيها ايه اللي هي فيها سكندري أوسيد خلاص تمام اللي هي ما كملتش السكندري ميوتك ديفيجن وقفت عندي فيز رقم اتنين خلاص تمام اي بقى عندي بقى عندي اللي هي سكندري اقصيد طيب قالك بقى ان السكندري اقصيد ديت هتروح لرحلة بتاعتها هتمشي بقى من الايه هتمشي من الايه هتمشي من الايه تقوم طلع عليه اللي هي الفلوبيان تيوب وتقوم وقفه تقعد شوية كده تستنى ايه تستنى يجي لها حد جي لها مين اللي سبيرب لو جالها سبيرب هنقول بافترضه جالها سبيرب وتulasو هات وايه وياتقابله عند ايه عند فلويبيان تيوب من مجرد ما بيتقابله اه وحصل reveal в زي ما هي وحدث المية والمية فايز وما تكمل الى السكندري اقصيد persemm Suite مش هيكتمل وهتفضل ساكندري او قصيد زي ما هي عند الميتافيز وما تكملش ديها ساكندري ديفيجن خلاص تمام يبقى عند الاسبرما هوت اهو اللي قال لك ان الميوزس تمام بيحصل له كومبيليت لو حصل فلتليزيشن تمام طب لو حصل فلتليزيشن فعلا هتكون لإبقاء يعني بفتربة انه حصل فلتليزيشن والمايو تكتيفجن ساكندري ميو ديفيجن يعني اكتمل هتديني ايه هتديني الاوفم اللي عبارة عن اللي عبارة عن اللي زايد اللي هي ساكندري او قصيد وهتديني حاجة اسمها اللي هي ساكند بولر باطي تمام يبقى تاني كده انا عندي البرويمري عندي البرويمري اه ثانية ايه فرست ميو ديفيجن عمل ايه بقى مين يعني اشتغل على مين اشتغل على ايه خلية اشتغل على اللي هي برايمري او قصيد تمام فاددني ايه ابقى ادتني ساكندري و فرست بولر باطي تمام تمام اشتغل عليها مين اشتغل عليها ساكندري مع ساكندري او البرويمري تمام تمام فالساكندري ميو ديفيجن بده اشتغل على ايه على ساكندري او قصيد فاددتني مين ادتني حاجتين تمام ادتني اللي هو اللي هي الاوفم تمام تمام يعني اتمنى ان تكونوا فهمت بس طيب وطبعا لازم يحصل عشان يبدأ ان هو يكتمل ويعرف دايما ان كل يعني ان القصام الميوزي كنا اقين ان هو عشان يحصل او عشان يتم هو بدأ بس عشان يتم لازم يحصل ايه يجب ان يحصل خلاص تمام خاصل هتديني الاوفام المخصبة اللي هتروح بعد كده تتزارع في الايه تتزارع في الايال اليوترس طبعا معا معايا السكندري بولر باطي اما ان هو يتلاشى اصلا ميبقاش موجود او ان هو يفضل عادي وينزل ايه اا يعني يضمر بعد كده يعني تمام طيب ننزح كل ده با عشان ايه الارقام اللي موجودة في المحاضرة هي نفسها الموجودة في الفلسبرم يعني فمش هتواجهنا صعوبة فيها يعني مسلا انها عندي او اوجونيا زي ما احنا نقولين هي حوالي ستة واربعين اه دخلنا في او قصية كانت ايه كانت عبارة عن ستة واربين برضو بس دابل تبام ساكاندري برضو هتبقي لبس حوالي تتوبع شرين اه اه سانية اه 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 حوالي تتوبع شرين اه 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 ده يه هابريد اه هابريد اه نمر يكون بينما تعتمون عن منطقة منطقة المبارضة يجب أن تحتوي على حال مدارة الوصية لقيمة المبارضة هي تanyakم منطقة مثل الدماء تحتوي على المنطقة عليك أن تكون في الحلقة العملية عند الفرس يتم قبل اجريشن لازم يحصل الى اجريشن وهو كل الكلام اللي اتقال هنا يعني هو عايد كل الكلام اللي احنا قلناه فمش عايز اقرأ بس عشان ايه يعني هي نفس الحقيقة يعني لو اغيرتها نفس الكلام اللي احنا قلناه بالظبط طيب في النص كده الجذبان ده بيقولك ايه بيقولك اننا عندي مراحل تطور الفلكل الفلكل اللي احنا نعرف بعد كده اصلا يعني اه بعد كده هتلاقي الفلكل ديت باسمها بيتغير كل شوية على حسب الماتيوريشن اللي اتوصله يعني ايه كان صغيرة في الاول شهر اا بعد كده كم يوم بايت كبيرة بايت كبيرة بايت كبيرة كده كده لحد ما بتوصل لأكبر حجم الياه اسمها ليال ايه اللي ايه جرافيان ايه جرافيان فلكل او اكتر مرحلة ماتيور ايه فيها تمام تمام فقالك اننا عندي كل المراحل ديت اللي هي كل التطورات ديت بيكون فيها برايمري او صايت لسه ايه لسه ما تمتش ما يطلب ديفيجن اللي هي الميتودك ديفيجن لسه ما كملتهوش تمام؟ يعني هي لسه في السورة البرائمري تمام تمام وتدمينها موجودة في الحويات صباح لحد ما بيحصل او بايت كبيرة وبتبقى ايه وساعتها بيحصل احنا عارفين كبيرة قبل الاو فتلاقي ايه ساكانداري وقصيت موجودة في الجرافيان ايه جرافيان فلكل يعني لسه الجرافيان فلكل مات ايه لحصلهاش حيات وقال لك ان انا لدي الماثور اوفم يكون طبعا بعد الفيرتلايزيشن يعني هيا الكلام ده مش ايه كاية انت عارفه يعني مش من جديد اه شرح نوع يعني اه طيب نفس الكامل احنا قلناه الفيتال لايف بيحصل ميجريشن الخلايا اللي احنا قلناها ليه بريمور ديالجرمسل اه 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 ووغين ايه يعني مايتوزز كدير عشان تكون حوالي من سبع لستة مليون او من ستة في سبع مليون اه اقصيت اه بعد كده قليك بيحصلt اه له بيبدأ ايه بيبدأ عند الفيتال لايف تمام ما بدأ مش اعل برايماري اقصيت في نفس الوقت الفلكل التطورات اللي بحثت لها ما يقوله ان الفلكل بتوتر تطور وتكبر في الحكم و �a اسمها فتغير النظر النظر بيحصل لها واسمها بيتغير لسكندري فوليكل. طيب بعد كده يعني الاسم بتاع الفوليكل هو بيتغير تمام تمام. قال لك اسنان قال لك ان بيكون ساعتها بقى بيكون الميوزس بيكون تم خلاص تمام تمام مكون لي فرست بولر بادي وكون لي ليها سكندري اوصيد خلاص تمام يبقى نركز ان البيوبرتي ما حصلش فيها الاي ما حصلش ما كونتش فيها او ليها حصل لا لازم يحدد لك ان هو بيفور الايووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو احدد لك بقى ان هو ساعتها بيكون المايوزس اكتمل خلاص الحمد لله والاية والفرست بولر بط تتكون والنزايا سكندري اقصى تتكونت وساعتها بقى بيكون ايه بيكون ساعتها كونت انجريفين ايه ليه جرافين فولكل تمام يبقى لعندي جرافين فولكل دي تكونت في اتكونت في الوفيوريشن تمام ولما بيحصل اوفيوريشن الجرافين فولكل دي بتترقشر وبتفرقع وبتكون لي حاجة اسمها كربس ايه كربس ليتا اللي هو بيكون . وبيكون ليه الثيجو دروة تمام تمامال. عبداء ان انا ازرع بقى اليال دروة طبيعية دروة فهم عملي مع ايهرفة نفس الكلام اللي احنا قلناه بالضبط ما زودش اي حاجة نفس الكلام هناك بس هوي نبي يفسرلك انا ليه كل مرحلة اه المتعرفش يعني مسلا بدأت الفرس تمايوزس وما كاملتهش بدأت السكن تمايوزس وما كاملتهش الاسباب يعني الاسباب اللي تخليها تتقف وما تكملش قالك ان انا عندي اللي هاي الفرس تمايوزيش انا معرفتش تكمله لسببين اول سبب ان هي ممكن ما يكونش عندها بروتين كافي تمام او مسلا حتى لو انا وفرت لها البروتين كافي ما انا وفرت لها البروتين كافي يعني كبرتها في الحجم هو بيقول لك مع الوقت الوقت ديت بتكبر في الحجم تمام تمام معنى هتكبر في الحجم يعني ايه يعني فيها بروتين كتير يعني هي في فترة هيبقى عندها البروتين كتير تمام طب ليه برضو ما كملتش الميوتك ديفيجن او الميوتك ديفيجن يعني قال لك عشان كمان هي محتاجة حاجة اسمها يبقى هي محتاجة الحاجتي البروتين والسيكل كامي بي حتى لو انا وفرت واحد منهم اللي هو البروتين علشان انا كبرتها في الحد قال لك برضو انا محتاج ان انا احفز السيكل كامي بي اللي بيتعطل او بيئف يعني تمام اه وما بيشتغلش غير بعدين يعني علشان ايه قبل ايه قبل مرحلة اليال اويوليشن تمام قالك ان انا عندي اي باة؟ قالك ان انا عندي حاك اسمها اليال السيديكاي واليال السيكل ايه سيكلين بي ده عباره عن ايه بروتين تمام؟ قالك ان دول لوم الكودران هما يكملوا الميوزس تمام؟ التققع في التصاريخ الاسمية حيث ان هذه التققف عملا send me to Add, to Add نفس الشرح الذي شرحناه نفس كل شيء. بس عايزك بس هنا تشوف حاجة كده. دي شكل ايه؟ دي شكل الاقصيت. اللي هي برايمري اقصيت. عبارة عن ثكا انترنا. طبعا الحالات دي كنا اخدناها في الجنرال امريو بس احنا مش فكتين حاجة يعني. والجرانيلوزا اللي هي تكونت حوالين ايه؟ حوالين اللي هي الاقصيت لو انت فكر. تمام؟ تمام. فأنا بس عايزك تعرف ايه؟ ان اثناء المنتيوريشن بكون طبقة جديدة اسمها ثكا. تمام؟ اه وكده كده انا كنت تعرف ان انا حوضت الاقصيت اصلا بالجرانيلوزا. تمام؟ تمام. بس ده اللي عايزك تعرف ان عندي حاجة اسمها سيكا بتبقى برا والجرانيلوزا بتبقى جوه. طيب. قالك بعد دخلنا في حاجة اسمها ليه الفيميل ايه؟ طيب الفيميل سيكشوال 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 دو قالك ان انا عندي كل شهر بيحصل بعد التغيرات. دي هي ريتميكال ايه؟ ريتميكال بتحصل فيه اللي هي بتاع الهورمونز وكمان الفيزيكال بتحصل في الهوري واليوترس والسيكشوال اولجان يعني في حاجات بتتكسر في الهوري وفي حاجات بترجع تمه تاني وفي حاجات هرمونات بتزيد ايام وبتقل لأيام. ففي ايه؟ فيه ايه؟ فيه ايه؟ بتحصل طول الشهر. طول فطر الشهر. فسمينا ايه؟ سمينا الحاجة ديه؟ طول شهر من الموافرين وهناه الناس galera. او. كسيكشوال سايكل. تمام? تمام؟ قلنا يا كنتم عندي ذا ممكن لو كنت عرفنا بان ثلاثة سنوية. قلنا عندي اثنين سيكشوال سايكل منamb более or 28 يون. طيب قلنا ان اعلم inspirational cycle. ليس gesehen forma بالفر ايه؟ نجل اط�� ان تبني النطاق الذي شهر لامام البعضية تكمل معي عشان يحصلها يا اما تنزل في المنسطر هي واحدة بس تمام لكن هي بتخرج واحدة بس بتخرج من او بري واحد كل شهر يعني عند بوايدة واحدة بتخرج من مبديد واحد كل شهر تمام عشان ايه عشان ممكن تكون لي فاتس طوحوصلها فرطلايزاشن وسنجل فاتس يعني يا بوايدة واحدة بتتطور تكون لي سنجل فاتس تمام تمام ماشي لكن انا عندي زي يوترس اااا is prepared in advanced for implantation بيبدأ ان اليوترس بقى كل شهر يستعيد ان هو يحصل في implantation تمام في بدا ان هو يجهز نفسه ويحصح في بعض التغيرات بعد تغيرتها هنعرفها يعني عشان ايه عشان يستعد لعملية implantation تمام 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 شو فسامينا بقى التغيرات ديت حاجة اسمها ليان منيستر والتسايكل او ليان يوترن سايكل طيب اول حاجة ليان لنا نفس الحاجة اللي احنا نسألنا هي عبارة ان ايه عبارة عن سايكل او سايكل او تحصل في المنسطر اثناء الزهر تمام تمام ماشي تحت تأثير الـ FSH و LH اللي جايين من الـ نركز جداً اننا عند الـ OVR cycle بالـ FSH و LH طبعاً دول لهم دول في ان هم يخرجوا ماتور أوفا من A من 1 أوفا 2 قالك طيب الـ OVR cycle تكون من كم فاز؟ قالك ان هي تكون من 2 فاز ما بينهم الـ OVulation لماذا ما قلناش يعني 3 فاز مش معنا قلنا 2 فاز ما بينهم OVulation لان OVulation ده بيحصل في يوم واحد بس يوم 14 فما اعتبرناهوش فاز يعني اعتبرناهو عبارة عن اي حاجة كده وسط من بين الاتنين طبعاً طيب عندك حاجة اسمها فلوكلر فاز قبل اي حاجة عايزك تبقى عارف كل مرحلة بيقصر عليها كم هرمون و هرمون اي زي ما كنا هناك برضو في الميل كنا برضو بنبقى عارفين كل فاز منهم هرمون اي بيقصر على اي على الفاز دي يعني مثلا هرمون الجروس هرمون ولا تستستيرون ولا كده هنا برضو بنفس الموضوع حين اعرفو فا في الفاز دي يعني مثل اول feaz ليه فليوكلر فاز عندنا الفاسة وايستيروجين بيقصره على الفيوكلر فاز طيب... يستستش عليها الافلس اتش الالتش خلاص تمام اول حاجة هو قالك ان انا عندي الفليكتل رفيز من اسمها اصلا يعبرها عن فوليكل يعني هشوف التغيرات اللي بحصل في الفوليكل اثنائي شطور الشهر من اول ما تكونت لحد ما هتنفجر تمام تمام قالك ان بحصل ماتوريشن للقوبا اللي هي موجودة جوه الفوليكل وبيحصل ديفولوب مينت كمان في الفوليكل نفسها خلاص تمام اهو قالك بعد كده يعني اللي بتحكم فيه انه هو زي ما احنا نسألين الافلس اتش والاستروجين تمام 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 بس لو جالك شسألك بشكل يعني عام كده هو مين لي بيقاصر على الفوليكلر فيز بتختار افلس اتش تمام لانه هو تأثيره بيبقى اجوار خلاص تمام اه طيب قالك انه هو باعتمد اي باعتمد على الافلس اتش بس هو بقى الفوليكلر فيز دا استنها لتو فيزيس. مرحلة في بداية الفوليكل من اول ما تكونت الفوليكل ديت ومرحلة اه متأخرة يعني بعد ما كونت وحصلناه مترويشان شوية بيتعتمد على هرمون تاني خالص وليش ال FSH فسمين الرلي فلكولر FSH والليت فلكولر FSH يعني مش معتمد على ال FSH طبعاً تعرفتها اكيد معتمد على ايه لان هو الاستيروجين طيب انا حابة بس نعبركم الرسمة قبل ما نتخش في اي تفاصيل علشان ايه علشان مش مش هايزان نطلقوا الرسمة دي مهمة وهنرجع لها كتير يعني مهمة وهنرجع لها كتير جداً انا عندي الملحنة بتاعه يعني يلازم يتحفظ يعني بصراحة يلازم يتحفظ ليه بقى انا عندي هنا ملاحظ ان انا عندي اه طبعا انا لو قسمت الايام بس عشان يبقى واضحين ما يبقاش في حاجة مش فاهمنا ده اليوم رقم واحد ده اربعة اربعتوشر ده يوم تبانية عشرين خاص طبعا عندي من اليوم رقم واحد اليوم رقم اربعتوشر دي كلها عبارة عن ايه يعني ابل اليوم ربعتوشر ده اسمه ؟ اسمه ثمام ابل اليوم 14 اليوجلي حد يوم تناتتاشر يعني تمام مين يوم واحد ل Leh 13 محصل منع bringt ragดbeığım조 للمعيف العتام تمام 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 عيزاتك تعرف التغيرات وتبقى فاهم التغيرات التي بتحصل في fsh لو انت مواحظ اننا عند الف sh بيبقى على الخط نايم ما بيه في اول ايه في اول حوالي اول خمس ستياه وهتعرف التفسير بتاعها بس مش دلوقتي يعني هانفصلها في ايه في ايه في. في الجايós يعني تمام تمام بس عيه دا بيستعرض الوقتي انا عن عن اول خمس ايام بيبقى ايه birbقان ايه مع الخط هو هوama была هورمون ايه بى ما وجود في الافيزيات آآ في اول ايه في اول خمس ايام بيبقى مافيهاش ايه مافيهاش ايه مش تمام تمام بعدها بقاه بعد اليوم الخامس ده بيبدأ انا الف اس ايتش يطلع ومش هتلاقي اي هيرومون تاني او ولا ال الoi 거 طالع معاه ولا اي حاجة. تمام? تمام. الاف اش بيبدأ ان هو يطلع. خلاص? في ايه في لفز دي هي كده بقى اللي في زي نحن نكلم عنها. اللي هو من يوم اه من اول يوم خمسة. تمام? تمام. قالك ان هو بيبدأ يطلع في اول ايه في اول مرحلة وابعد كده بيبدأ ايه? ينفي الخاطة فاني. تعال بقى نشوف بقى المرحلة اللي تحت هيه في نفس ايه في نفس المرحلة يعني هي نفس ايه? نفس ايه هو? نفس الجزء هو. تمام? ده يوم صفر اللي هو كده ده البداية. هو ده واجهب لك يعني الدورة من ورا. يعني ده نهاية حاجة تانية دي نهاية الدورة تانية. عشان بس ايه ما ملغبطش. ده يوم زيرو يعني ده كده ببدأ الدورة جديدة من اولها. تمام؟ من هو ايه اللي هو الحادة دي كده كلها. طيب المهم. بص عند المرحلة ديت اللي هو مرحلة اللي هي الليد فيزة من اللي هي هتلاقي ايه? هتلاقي الاستراريول العالي. اللي هو الاستروجين. في نهاية المرحلة عندك الاستروجين هو اللي بيبقى عالي خلاص تمام بس يعني ده لحنا عايزين نعرفو هنرجع لها تاني كده كده بعد اي س لن قمنا mole经خلSchح والداخل. لكن عمرودي مركبة مودي فيز لجح RiBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBe형 عشر ال otros 15 نختار 3 يارى 4 وهو مساعدت لكنSE وهو مساعدت وهم خاصة تعرف أما على إ الحصول وغير إليك يتكلم هما قالك يخذ في أسلح ذلك وبالتالي تعرف أنه شماعنا مع بي تتكلم وأناء أجل mic rap bajo 10 عن 5 وأن عناء الأصدقاء وعين هاخدت مين افضل وحدة فيهم او اسرع وحدة فيهم بطلع razre زي مانا كنت بطلع ملايين الاسبرم واسبرم واحد فيهم يعمل ايه يعمل اقصاب بالبيضة Gentofs واحدة تقدرنية ني Mehr طيبyo weird وئه منع Corey قليله بقى خلاص ما ايدا ما ايه ما يطلعش ابيعني فانا وذي ا scientifically لا مثال انه هو بيعمل موجود ايه? اللي هو خارج منها اصلا. تمام? يعني هو الفولكل دي بتصنع الاستروجين والاستروجين بيزود بتاعت ايه? بتاعت الفولكل ديت. خلاص? تمام. قال لك ان انا عندي بيعمل نيكتر فتباك على الاف اس ايتش وبالتالي ايه? وبالتالي بيقالل ايه? بيقالل الخروج. طيب طيب بقيت العشرة الخمسة شوة يحصلهم ايه? يحصل لهم يعني هيدمروه. ما لهمش استين لازمة. تمام? تمام? اه وبنسميهم ايه بقى? بنسميهم الياه ايه. طيب بعد كده قال لك ان انا عندي اا ايه اللي بيحصلها اه لياه كومبيت الفرست مايطتك ديفيجون. تمام? طب احنا عارفين كومبيت يعني ايه? يعني كده دخل في مرحلة خلاص انا قبل في كم ساعة. تمام? تمام? قال لك ان المرحلة ديت او تمام? بيحصل قبل ايه? اه دفور اوفيوليشن بيحصل في المرحلة ديت. يعني ايه? يعني انا عندي. احنا نسألين ان انا عندي ايه? ان انا ينتهي قبل مرحلة الوفيوليشن هي مرحلة تحت لها قبل الوفيوليشن فهذا اللي عايز اقوله لك يعني انها عند البرماري اقصيت بيكامل الوفيوليشن بتاعه في الافي في الفيوليشن بس طيب بالنسبة الوفيوليشن هو عبارة عن يوم واحد بس هو يوم 14 وبيعتمد على هرمون واحد بس ال ال اتش تمام؟ تمام قالك ان انا عندي اللي هو الوفيوليشن عبارة عن بروسس باي ويتش زي متور غريفيان فوليكل ربشر بيحصل لها ربشر تمام ماشي ويعني بتنفجر يعني وبتطلع الوفا تمام؟ في اللي هي الابدونة الكابتي خلاص تمام؟ برضو هنرجع المخطط تاني اللي احنا كنا بصن عليه هذا بس ما يبقاش الوقت واسع مني طيب النفس الرسمة بس هنبص هنا بقى على ايه على الجزء اللي تحت؟ هنبص على الاستروجين او الاستراضيول بص اسيدي انت عندك ايوم ال 14 هوت؟ تمام؟ تمام؟ فهو بيقولك ايه؟ بيقولك اللي هو قبل مرحلة الوفيوليشن اللي هو قبل يوم 14 بيومين يعني مثلا يوم 12 يوم 13 يعني في الحجين ديها تمام؟ قبلها بيومين مثلا بيبدأ ان هو ايه؟ يبدأ ان هو ايه؟ يبدأ ان هو يعمل يعني بالرغم من الاستروجين ده هو اللي قال الـ يروح يصالحه تاني يومر قبل يوم 14 يعني قبل يوم 14 يروح يصالحه تاني يقوله ما عليش ايه؟ انا هزودك بقى تمام؟ هو الـ يقوم رايح ايه؟ يقوم رايح مزودهم عمل ايه؟ عمل positive feedback فقوم مزود الـ فعشان كده تلاقي ان عند يوم 14 الـ طيب ليه بسبب الـ طيب ليه اصلا عمل كده؟ يعني اللي الا استفاده؟ او اكيد بقى ليه مصلحة طب المصلحة فين؟ المصلحة ان انا اصلا محتاج الـ في الـ عشان هكسر حوايسات الجرايف ده والحاجة طيب وطاني حاجة لو انت فاكر ان اعند الـ لو انت فاكر ايه لو انت فاكر ايه ايه لا لكن ايه بتاعمل على اتنين هورمون الـ فانا كده كده محتاجهم في المراحل اللي بعد كده عشان كده ايه؟ طلعتهم عشان كده لديه استروجين بيعمل بوستفيدباك فعشان كده ايه؟ طالع لك ايه؟ فعشان كده قلت ايه؟ ان انه عند الاستروجين بيعمل بوستفيدباك بيحافظ اللي هلجولادوتروبين ليزنج هورمون تمام؟ تفرز من ايه؟ هايبوصرمص اللي بتروح تؤثر بعد كده عن توربتويتويتورنجلاند فاطلع ايه؟ فاطلع الـ ايه؟ طبعا الـ بس منها هتمنتع لي اكتر هو الـ في توضيح ré في عشر اضعاف عن الطبيعي والفث بحوالي يعني اضعف يعني اه انكريز تمام تمام القول اللي بي اسرع على المحادية هو ايه اكتش اذا قلنا عن طريق حاكتين احنا لسا قلنا نحنا عندنا هي creating a هي تروح بتاسرع على سيكا وتروح تاسرع على الsky ثم هتاسرع على الsky هتقوم دخل الsky كده. هتقوم الايلالها هي عبارة عن خلية تمام? هتقوم ايه? هتقوم mempd 얼마나 حجم الخلية ہتقوم تتكبرها في الحجم ما تتكبرها في الحجم ما تتكبرها في الحجم واكدا وتزود كمية البلود اللي فيها Medal اللي فيها فتخلي ايه? فتخلي ما اضغط ايه اضغط على السكة. ايه السكة انترنا صح? ما زود الدonnado على سكة انترن تمام?ança تقي ويقوم ايه? يقوم رايح بقى ايه الاتشو برضو. يقوم رايح على سكة انترنة يعني ايه يعني اكسر الايه الجدار ده بس مش كله عند نقطة معينة يعني عند مكان معين بافتراض هنا مثلا تمام تمام يقوم فارز هنا كده يبدأ ايه يبدأ يكسر ايه في الجزء ده وفي نفس الوقت انا ما نضغط من جوه ما نضغط من جوه فقوم مرة واحدة تقوم الفوليك دي مربشرة وتقوم بطلع ايه السيكاندري اا اقوصيت من جوه فهمت بقى الميكانيزم بتاعها هو نفس الموضوع هنا اهو لكن انا بطلع بلوتوليك انزيم بيقصر دعا تูه على السيكان طبام وفي نفس الوقت بروح اقصر على لامورть ااااا فتعمل يعني ل الثلاث المبادل exam يعني بتزوج الهواز في نفس الوقت Additionallyina 없습니다. فالفلوب يدوره يقوم بضغط على السيكا انترنا طيب المهم فبالتالي هيعمل ايه هيعمل ايه على الولب بتاعتها طيب قالك بعد اما فكرت بقى الحقيصرة ديت وطلع لسكندر اقصيت قالك ان السكندر اقصيت ديت لازم احميها لانها هتقع في البروتونية يعني الوقت موجودة في البروتونية فلازم احوطها بحاجة كمان من حاجة اسماليا كورناريديت ممتع اسم الية بليل يوتينسل اسمها لياه خلاص او ايه او او آآ او آآ آآ يعني تخليهم ايه تخليهم فيهم مادة صفر كده يعني ايه المهم هي بتكون حاجة اسمها ايه حاجة اسمها ديا ستي كا او ستي كا ستي كاIt DNA a but TERES AI عرافوا برده اهم حاجة بس ديا بتكون ايه بتكون ال dedication turn وأو قالك دا دا ستي كا سي L اما побед تفلز ايه بتفلز ال 1948 خلاص? تمام! بعد كلمه WAS H انه يصل على على انه يهام كان برماتايز انشاء انه يشغل العادل في حول الاندروجن وفي نفس الوقت لها القدرة انه تصنع البروجسترون تمام? تمام? وسيقدر انه يفرز الانهيبين. طيب ما يعني هتوقف ايه هتوقف بقى الانهيبين عشان ايه علشان نيوقفلي خلاص? انا عايز بقى وقفل ايه? وهتفهم ليه? برضو. بص كده. اهو. المفروض ان احنا كده احنا عند ايه? ديوم تباني وعشرين يعني كده وقفت ايه كده خلصت مرحلة اليوتايل ايه? اليوتايل فيز صح? مشو احنا اقليين ان اليوتايل فيز بعد بعد اللي هي يعني مفروض ان هي دي كده. دي كده على بعضها كده. هي الايه? هي اليوتايل فيز. خلاص? تمام. هي جا فرضت ايه? فرضت هرمون. اللي هي البروغسترون. ايه دي البروغسترون. والاستروجين. تمام? تمام? والانهيبين. طيب هو في الانهيبين بقى? او الانهيبين تأثيره هون. انه بيروح اصر ايه? بيقصر على الفس اتش. فهمت? يعني بيفضل تأثيره على الفس اتش. حدي هنا. تمام? يعني بيستمر التأثير بتاعه على الفس اتش في اول ايه? في اول نفس الكلام. او الايه اول 14 يوم. اللي هي فلوغير فيز. اللي يوم الربعة عشر. من 14 يوم لتمانية وعشرين يوم. قالك الكنترول عند الافس اتش. ادباعت دي ميندنت والافس اتش اندي ميندنت اللي وابعة تعالى الاستروجين يعني. قالك ان هي بريمور دي على الفولكل. بتديني بتحول لي. اللي هي الجريفين ايه غريفين فولكل. خلاص? بأثناء ايه? اثناء فلوغير ايه? فلوغير فيز. تمام? تمام? لكن المرات مختلفة يريديني ثانية ويبيعينني السفون هذا البارائن وتظεις حسب الطريق ويبيعينك زوجة الوثيات في عندي لكن الوثيات بالطريق الاهم وت Cum j لكن الحين تظني ح pus praff وهذا قال أيضا تمام تمام ifications تمام وهناي pins Emmer كيف Gabone لو كانت تكون مهمة كم يمكن زيارتها ، ان احنا نتظر كذلك والصحة هذه الحديد لما اردتها اجهزة معلمات كبيرة تفاصيل ليس قائمة والضر تقريبك تاهمة اله ومعلمات تفضيل تأثير اله المستقبل تقريب على سلك فتعمل الوقت في الايه في الفولك الول فتعمل ايه فتعمل الى نقطة معينة كده اسمها سجمة خلاص؟ يعني نقطة معينة بيعصى فيها دي جنريشن لكن البيت بيبقى سنين معادي وفي نفس الوقت بتعمل ايه بتعمل فولكولر هيبرمية يعني بتزود كمية البلد وبتبقى موجودة داخل ايه داخل الفولك الديات وبتزود بروستا جلندن سيكريشن وفي نظرب الداخل داخل ايه داخل الحفiego فبتزود الداخل داخل الفولكلر وبتساعد الداخل بالتالي فبنخشة الايه على الكربس الindung ك Bless With Myth بيحصل انه هو وغطس سأتكلمه ugye احاولxi الجزء متوك dich لكن انا اعني اه تغير نظام بعد ايه بعد ما عملت ايه عملت رقشر لفولكل تمام بعد كده بعد كده حصل كلابس تمام بدأت انها تدمر او تنهار كده يعني تمام بعد كده حصل يعني حطيت مادة صفرة بقى بقى جسمه اصفر يعني خليطه اصفر تمام عن طريق ايه عن طريق ان انا حطيت في خلاص تمام عشان تتحول الي احيات اسمه اليوتين ايه اليوتين سل خلاص اللي بقى انا 않은ه حطيت فيهم لبدة عشان يتحولوا ايه اليوتين سل تمام؟ تمام بعد كده قال لك ايه بعدكده قال لك انا عندي ايه اليوتين سل ديت او الي هي كور بصليتم قال لك انه بيبدأ ان انا يفرز اا كمية كبيرة من البروغستيراد تحت استراف او تحت اا كونترول من ايه . هو اللي ايه طلع بروغستيراده وكده من هيكمية بسيطة من الاستروجن خلاص؟ تمام بعد كده قال لك ان انا عندي الفائد او مصير الكروبس ليتم ايه يقيم لو حصل او محصلش كل حاجات دي معظمات تلتة سنوية تمام تمام فقال لك لو حصل مثلا خصل اخصاب اه معايش اه محصلش اه محصلش اه او هيحصل ايه هتنزل في ايه في الليها الطمس اه قال لك ان انا عندي اه هيبقى عندي هاي لفل من الاستروجين و بسبب ان الجسم الاصفر موجود تمام تمام لكن البيروسترون والاستروجين wt,ات بسبب كميتهم العالية اه بسبب كميتهم ال عالية اه العالية ايه الان لك ان ايه في لك ان دوت هيسبب ان الالل ت و الف e aش اتش هيعمله نججي فو ايه مانش اه تمام تمام اه بعد كده قال لك ان دوت هيسبب كوربس ليتم يتحول لشيء اسمه كوربس A الجسم الغمر كوربس الاسفر يدمر بسبب زيادة الاستروجين والبروجسترون ونقص الاسفل طيب بعد ذلك قالك ان انا عندي الغصاب إكون حاجة اسمه كوربس انتيام كوربس انتيام ده الجسم بالعكس مدى ما بيدمر يدبر في الحجم وبيفضل موجود ما اعتصد للبولجنس تتكون بالجسم يتعب في الاشياء بالكبت لكن الدين هي أنها العديد للسوف الأسفار ستشكل من هاتين إلي بعد الظلاث أسبوع اللي هو حوالي من اثنين لثلاث أشهر يعني ثلاث شهور يتعب في ثلاث شهور لحد ما بالللاسنتا تتكون اننا عارفين ان بالللاسنطا تتكون في شهر الثالث قالك اني العديد الجسم الأصفر او هي القربوس انتيام قالك انه يكون تحت الهرمون هل يستطيع منها الهرمون هي هرمون يتطلع من الخلايا الى البلاسنتا بمجرد ما كونت البلاسنتا يبدأ الجسم الأصفر يدمر حسنا يتطلع الرسمة مهمة نجدها في حاجات كثيرة حسنا كان عندنا في البداية كان عندنا فعلا بعد 5 أيام حسنا 4 ويتطلع الرسمية بعد 5 أيام بدأ يتطلع الرسمية ثم بدأت يؤدي الآن استروجين وبدأ ما تطلع الرسمية لما IS بأنه يتطلع الرسل ويضع الرسمية لماذا؟ لأن أستخدمهم ولاحوات لماذا؟ ظن Spa لتطلع الرسمية عندي أنا بستخدم الـ LH والـ FSH علشان إيه علشان يساعدوني في إنتاج الإستروجين والبروجسترون عن طريق أنهما يأثروا على السيكاسل واللي هي الجرنيلوزاسل بعد كده عندي البروجسترون والإستروجين يبدأ أنهما يحفزوا أن الـ FSH والـ LH يقلوا يعني منهم انهيبشاً تمام؟ تمام ماشي وكمان أبدأ أن أنا أفرز هرمون الانهيبين عشان برضو إيه أقلي للـ FSH خلاص؟ تمام أو هما قليلين أصلاً في المرحلة هي تمام؟ تمام؟ يعني هما قليلين هنا سبق بسبق انهيبين برضو الإيه اللي طلع والبروجسترون والإستروجين العالي خلاص؟ تمام كل حاجات دي برضو يعني يعني أهو قال لك الكربس ليطن ضايز آآ وإيه وآآ بيموتوا كده يعني تمام؟ بعد كده هو ماشية إزاي أنا مش فاهمة النظام اللي هو ماشي به أصلاً بس هي نفس الكلام اللي احنا شرحناه يعني يعني هو قال لك اللي يا بوستفد باك قال لك عند البروجسترون والإستروجين يعني بيعملوا إنهيبشا بسبب النجاد الفيدباك تمام؟ آآ بعد كده قال لك اللي يا كربس ليطن آآ 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 يعني كل الكلام اللي احنا قلناه موجود تمام؟ هو بس عاملهم بشكل الرسمة تمام؟ هو الرسمة مهمة يعني 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 نحفظها أحسن يعني هتسهل عينا اتشأ الله بعد كده أبع عندنا إيه عندنا ليال يوترين أو ليال فريح ينتج المتازل خاني ويمانهم عن Umm A إذا أراجنا في مبانا فريح ينتهي فأنا مش حرف اكون الاستروجين ولا البروكسترون قالك ان ايه بتحصل طبعاً لـ وتحت تأثير من الـ المهم اول حاجة اللي هي الميسترول فيز او سميناها اللي هي تمام تمام وبعد كده عندي اللي هي تمام تمام انا خلصتهم ان شاء الله يكوني اعتبر خلصت ايه خلصت المحاضرة يعني اخر صبحة فيهم يعني بعد كي رسمال برضو يعني تمام اول طبع انا مش هبدأ لك بالميسترول فيز لان يعني انا هكيدا يعني انا عن نفسي انا بطلبت لو انا بدأت بالميسترول فيز انا بايسم هبدأ بميه او خليني مش بالترتيب برضو خليني مش بالترتيب انك ت high quality حسب انا بدأت بالميسترول فيز نهائلا ام انا مطلبت بها بس ساعدا اهام بس اهام بس احنا عاجللنا مش بالترتيب برضو خلينا عندي السكروضوري احصل عشان انا ما اطلقت انا باشرح انا عندي السكروضوري فيز يعني اهام عندي الكروبس الويهة تعالى انا دلوقتي عندي السكروضوري فيز اليام مرحبتي اين ؟ اي واحدة ؟ ثانيا طيب احنا عندنا كده امه؟ عندنا هنا كده ايوة دي ايه عبارة عن اللي هي اليترس تمام وبدأ نترحم دي بتنة الرحم تمام تمام ده عند مرحلة مرحلة تمام وبعد كده بعد كده خلاص تمام دي ايه هي اول مرحلة هنبدأ بها يعني انا مشي مترسيط برضو طيب ايه المثرويش ايه او الياد استركتيف فاذ احنا بس اعجزة افهمات بس احنا نبدأ من اول ايه من اول ال ايا نهاية نهاية دورة الطمس نهاية دورة None خلاص تمام انا عندي الياد بيحصل للكربة سليطن طبام يعني يكون كربة السلطة ده الوقته بقيه بقيه بقي موجود وقالك كمان عنديal ايسروجين وبريوسترون مش موجودين طبام ده فحد ايه في مرحلة مرحلة الميسترالفاز يكون لا يوجد أي هرمون ولا إستروجين ولا بروكسترون ولا FSH ولا LH أعرفها من الآن أول شيء قبل يومين قبل نزور دورة الطمس يحصل عند يوم ستة وعشرين عند يوم ستة وعشرين عند يوم تونية وعشرين أول شيء يحصل تكسير مستوى الاستروجين وبروكسترون يقل له قبل يومين يبدأ أن مستوى الاستروجين وبروكسترون يقل له وهنشوفها في الرسمية قبل نقص الاستروجين وبروكسترون يحفز أنه يحصل لها يبدأ أنه يتكسر يحصلها وتقل في السيكمس بتاعتها بالنسبة 65% من السيكمس بتاعتها يبدأ أنه يقل بسبب إيه بسبب أن أعدي استروجين وبروكسترون يقل له يلين ماشي وقبل أن أعدي بعدها بأربع عشر ساعة يعني لدي يوم 10% قليلا يحصل قليلا يحصل لها لتقل تكسر فعالك أن قليلا يبحث بأنكها يقدم ويحصل لها فاصل صحيح قليلا بسبب أسباب بسبب أول فوق الو رائع الأجند فالإندوميتريام اصلا هو كمان ضار يعني حصل له انفيليوشن تمام 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 وتارت حاجه بسبب اننا عندي بروستاجلندين اللي هي تطبر ايه تطبر فاظو كونستركتور ليها ضار كفاظو كونستركتور تمام تمام فقالت كل حاجات ديات تبدأ ان تساعد في التكسير من انا ما نعمل فاظو كونستركشن فما لا ضغط على ايه على جدار الرحم فما لا قسر فيه اكتر التفكير ذلك الاكيمليشن نكمل نشيء لابدت مالذي المترجم الذي ستجعله أنه يفعل المترجم هو المترجم 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 نظام الاندومتريا اني يجب ان يقوم بحسب الرشل يبدأ من الدفاع من اليوترس يبدأ من الاندومتريا لاندومتريا تنظام الاندومتريا يكون مدار مدار واندومتريا واندومتريا فساعدة ان اليوترس يفضي كل اللي فيه ويهم البرد رش يعني البرد ينزب كبير جدا عشان المستر برشان يتحصل يعني اند رش اوف بلد بيزلز اند سلوينج ليال اندوميتريوم بعد كده قال لك ان انا عندي ديسكوميتد تيشو اند زي بلد انزا اندوميتريا الكافيتي انشيات قال لك ان كل الحاجات الموجودة دي برضو بتحفز انه يحصل كونتركشن للهيترس عشان يفضي صح عشان ايه عشان يفضي دي اول حاجة تاني حاجة قال لك كمان ان عملي ديب بحافز ايه ليال بلد اونج زي ليال انتريور ثرو زي ايه ضي فاجعين gin هتخرج من الفاجعين تمام تمام بيش وقال لك كمان ان انا عندي في ميكان اسمي كمان بيحصل انه بيحصل بيحصل فاجعين تكليب بس بعد فترة طب ليه عشان عشان البرد البرد لوان هكذا كان كنتبت ياسطى مع اكيد مش هصفي ايه مش هصفي ل diverse البنت انا اعيز ان انا افقق طمية معقولة من الدم ونصل الوقت ان انا ما خلاش توصل لتشوك مثلا فبعمل فوزو كونستريكشن برضو للايه للفاجين علشان ايه علشان ما يحصلش بليدنج او حاجة يعني عشان اتحكم في كمية الدم فقالك ان انا انا اول حاجة اعمل فوزو كونستريكشن علشان اكسر اليوترس بيبقى فيه انكباضات كده في الرحم فاكسر ايه وعمل ديسكواميشن للايه للاندومتريام تشو ومعها طبعا الليه البلد فيزلز وكل حاجة الربشار يتبقى وبعد كده عملت فوزو دا اليداشا للبلد فيزلز عشان يحصل بلد راش وابدأ ان انا نزل كمية كبيرة جدا من الدم وفي ناس الوقت اعمل فوزو كونستريكشن على اليوترس نفسها عشان افضي الاندومتريام ماتيريال ديت والبلد وفي ناس الوقت احاول ان انا احافظ ان انا منزل كمية كبيرة جدا فعمل فوزو كونستريكشن للفاجين خلاص؟ ده كل الحاجات اللي بتحصل طيب قالك ان انا عندي حوالي 35 من البلد بيتم فقده و 35 من الياس سيروس فليود تمام؟ طميم قالك ان انا عندي اسوائيل كده اولا دلوقتي لو عامدي دم كتير متجمع في اليوترس مفهوض ان هو بكل بساطة يحصل له غلطة صح؟ مش ان عند البلد بيحصل له غلطة؟ اقولك ايوه طيب بس ربنا سبحان و تعالى جعل حاجة اسمها اليال فايبرين و لايزين بيبقى موجود من ضمن المكونات اللي موجودة في اليوترين كافتي لواحد و كده بيساعد ان هو ميحصلش تقلط طب ليه؟ عشان ان هو حصل تقلط للدم دوت انا هسدر يوترس كده وهسدر فاجينا ومش هرفت خلص من الدم ده تمام؟ فعشان كده ربنا سبحان و تعالى جعل ايه؟ حالي اسمها اليال فايبرين و لايزين تمام؟ تمام؟ بعد كده قالك ان انا عندي زاداية وين بليدنج ستارت؟ يعني اليوم اللي بيبدأ في البليدنج او بيصعل في البليدنج او البليدنج ده بيكون ايه بداية؟ هو اول ايه اول يوم، هابدأ من اولها عيد بقى تمام؟ حول ايه حولي خمس ايام او من ثلاث لخمس ايام تمام؟ تمام ماشي بعد كده قالك ان عندي اات زاداية وين بليدنج او فيs او ينلي او شدر حولي واحد ايه واحد ميلي، او في الاندومتريوم هي اللي بتفضل يعني ايه؟ يعني من كده التاكسيلا انا عملته وصل ان انا مبقاش فاضل في الاندومتريوم غير واحد ميلي متر بس هو بس ايه هو اللي بقى الموجود في الـ المرحلة الثانية Fifريت الثانية بعد مراحلة يحدث من ثلاثة إلى ايام بعد المحراره يبدأ رميح الحالة جديدة الحالة ثم قامت بتحصل بسبب تحت إذنه من الهرمون الايستروجين الاسروجين هو يتحكم فيها أعليس اليوم التحريف يعود إليكم بالواقع التدور بالتأسروجين يتواجد عدم الأسروجين هنا الراكمة باكل أسروجين كما إلى المنظم السادس مسلا صانية وهو من يوم السادس أو من اول يوم الخامس يعني الحد يوم تصبر ضمن ايه لو انت فاكر طبعا هي الوفيريان ايه انا فلسا لحد دوقت انا في الايه في الحتة دي كده تمام انا في الحتة دي كده تمام دي مايه عند الائستروجين طبعا نعرفين الايستروجين بيبقى ايه؟ ببقى عالي في السادس من الوكولار فيز تجمع قليلاً في الليت فيزاية عندك الاستروجين بدأ يعلم وهو يؤثر على البروليفريتي وهو برضو الاستروجين بيعلم في مرحلة الفلوكولر فيز من ضمن اللي هي الوفيريان سايكل يعني جمع كل حاجة مع بعضها عشان ما يطلق باش كل حاجة هتدخل في بعضها انا عارف عندنا ايه بقى؟ عندنا التغيرات التي تحصل الالكتغيرات التي تحصل الالكتغيرات التي تحصل في الاندوماتيريال بيحصلها بروليفريشن تبدأ انها تم تكبر بقاو كده ما بقى؟ وقالك ان انا اي بيحصل له حسنا? بعد أربعة لسبعة أيام استعدتها بأس ساعة الإبتيريام ثانيا. دعيك أن أفضل تحفظ لتشغيل مرحلة المتظمرة دلوقتي اهيئ يجب ان يعد العمل ليت بتهيئ المرحلة هي تمام تمام. فأقلت ان انا مبدأ ساعتها بقى اقبر الليلاندز بقى ويطامتها جهزة تمام وقالت ان انا عملتهم اهيئ دا ثاني مجدد ممانا عملتهم في الاول ربشر صح؟ اعملتهم في دورة الطنصف اعملتهم ربشر . وعملتهم فاسيخ ونستريكتور تمام تمام ماشي فبدأ ايه ان ارجع لهم تاني يحصل لهم اكبير تاني في السيروترون سيحدث برول الفريشن الاندو سيريال سيل كوتوني وصلي الاندوماتيريال سيل تبدأ نياتها ثاني بشكل مستمر لحد السكنس بتاعها ما يوصل الى ثلاثة الاربعة بعد كده قالك ان انا عندي السيكريتوري فيز قالك ان هي بتبقى تحت كنترول من هرموني البروجسترون ده اكبر ايه اكبر تأثير اللي هو الكربس ايه كربس ليتم طب انا نكمل يا شباب كنا وقفين عن اللي هي السيكريتوري فيز قالتنا ان هو بيبقى تحت تأثير اثنين هرمونيين مهمين اللي هو البروجسترون والاستروجين بس اكتر حاجة بيؤثر فيها هو البروجسترون وكنا قال لي ان الاستروجين ده يعني اهميته مشتبرة اوي بالنسبة للمرحلة ديته اوي يعني هو مجرد سمول امونت اللي يستخدمها قالك ان انا عندي الاستروجين اللي اثنين وظيفتهم واحدة يعني الاستروجين وبروجسترون هاتي اثنين بيعملون نفس الحاجة يعني اثنين هاتي او مثلا بيعملوا ايه بيعملوا ريبير وغروست للجلندس وليه الدامج ايه الدامج لاندوماتيريا بتبدأ ان يتصلحها بقى بس البروجسترون لي وظيفة مهمة جدا ان هو بيساعد في السكريتوري اكتيفتي يعني هو اللي يحافظ السكريتوري فلما يجز قالك عن السكريتوري اكتيفتي وتحصل من هرمون ايه بروغسترون ما تقولش الاستروجين الاستروجين بس بيعمل متعرفة لكن البروجسترون اهم الحاجة مميزة فيه ان هو لدور سي كريتوري وبرضه لدور الغروستρوجيه مثل السكريتوري تبام ؟ الأيبي بتحصل فيها مرحلة الياس الفيز قالك ان انا عندي الاندوماتيريا ده اهم حاجة اصلا اصلا المرحلة سي كريتوري تتبع لتقوم بطبيعة كما تتبع لها لان انا اصلا الاندوماتيريام تبعي انه يكبر لان اذا انا سنطر املائها في الحجم فالفروض ان انا اتبع لها لان انا انا اكبر الاندوماتيريام فكدا تتغطي الاندوماتيريام ونحن نقبلها في الحجمية حتى تقوم البزارة بتاعتها لوسيكريشن وقال لك كمان عندي السيتو بلاسب ايفليا سيترومال سيل انكريز بكوز اوزة اي بوزيجن او في اليال الجليكوشن والليبيد يعني اي بصدت الدلوقتي انا مفروض ان انا بهايه ايه ايه ايوترس او بطناة الرحم ان هي هيحصل فيها ايه بالاوفن تمام طبعا فبالتالي انا دلوقتي عايز اي اي انا في دماغي ان فيها نين جاي ايه سيضغلس في بطنت الرحم و المفروض ان انا هغزي منين ؟ مفروض ان انا ببقى محتاج مواد غزائية زي ايه زي الكربوهيدريات والليبد والبروتين فبالتالي انا عندي السيتو بلاس متاعي سيترومانسل ببدأ ان انا هخزن فيه الليكوجين والليبد هتقول لي طب فين البروتين ؟ هقول لك البروتين ده هو السيكريشن اللي بيخرج من الجلاندس يعني السيكريشن ده عبرا ان ابر عن بروتين تمام ؟ يعني ان انا ابدأ ان انا عندي بلوت فزلز بدأت ان انا اكون منها بلوت فزلز جديدة تاني تمام ؟ بتبقى موجودة في الإنتو متريل وبعد ذلك قالك ان انا نعطي بلوت فزلز دي بتبقى ايه ؟ بتبقى هي بطورش واسية كمان لان طبعا ان انا بتدام و كده انا مليونة بالدم و كده بالسابزياد لندات الدماغ у بلوت صبلاوية اه بلوت صبلاوية كمانا نزل ايه قالك لك ان انا عندي السيك بلوت الصمك الاندوماتريوم كنا كنا قيلين في الفيزي المرحلة الابرول فريشن تحاولي حوالي من 3 من 3 الى 4 ملي هنا برضو نفس الموضوع برضو هتزيد بس هتزيد ايه حوالي 6 وطبعا دي اكبر ايه اكبر اكبر مساحة ممكن تشغلها الاندوماتريوم او بطنة الرحم في الفيزي لكن انا عندي مرحلة الاستعداد او الفترة الاستعداد او التجهيز يعني علشان ايه عشان يحصل للاوفم هو نفس الكمال اللي احنا قلناه حوال ايه حوالي من 3-5 ايام لكن ايه بتبقى من اول يوم لحد اليوم الخامس يعني ايا كان بقى ممكن تُعرض 3 ايام 4 ايام كده لكن ده بيكون ايه مفيش اي هرمون زايد ولا الاستروجين ولا البروسترون ولا الـ FSH ولا الـ LH ولا اي حواة خالص المرحلة اللي هي بيكون فيها دور التمسي التنزل بيكون فيها كل الهرمونات مش موجودة اصلا خلاص طميم بالنسبة للبرول فريشن قالك بعد ما بخلص دور الطمس بيبدأ ساعتها الف اس اتش يزيد تمام تمام مشي وكمان في البداية خلاص الف اس اتش يزيد بعد كده ايه بعدها في اخر المرحلة بتاعت اللي هي البرول فريشن تحس ان قبلها كده بكم يوم يبدأ الاستروجين هو كمان يزيد تمام تمام بقال لك ساعتها لان ايه قال لك ان انا عندي بلول فريشن في اس ديات مؤتمد على البرول على الاستروجين وليس نحن without sleeping هذه المهام القالة كان لها من يوم الخامس اليوم الحد فيال 14-12 اللي هي ال kok time 있다는 بدأ ال اب توفيلي Martin يعني من من الايل نهاية البليدنج لحد ايه الاب ت multiplying اما بالنسبة لل כיس من الزب رغمي سمد تضع الواضح الى 18-28 من اول integer Ef يجب في الكرة الحد ان كتغير تاعتها بايت الزب ترجمة انك الاسف طيب قالك ان ده تحت تأثير بروغسترون اكتر حاجة وممكن شوية من الاستروجين خلاص طمام مشهو ده شكل ايه شكل بتانطر حموض اول حاجة ان هو ايه قالك ان انا عندي الميستر الفيز يعني بيبقى اقل ايه اقل حاجة بيبقى حوالي واحد ميلي ايه ملي متر طمام طمام مش بعد كال يا بلوريفريتف قالك بيكون سعيدة حوالي ايه حوالي اه من تريتة لاربعة طمام طمام اما بالنسبة للسكرتوري فيز بيبقى حوالي ايه حوالي ستة طمام احنا ان انا عند الميكانيس آآ اللي بيحصل في مرحلة الميستر ست Milanهي ان بيحصل by Frankhol yes obviousc يعني ان انا ام لابعا Momoelly وكمان عندي siti distance زي اللي هي الجانورة twitter بعد كده قال ان هو يحصل فاوز وقنصطر فبالتالي هيسبب هايبوكسية و هيسبب نكروزس بعد كان يحصل بسبب وجود الميتابولايت في اليوترس و يحافظ الفاوز ضريتيجن بيحصل بلاد رش وبالتالي بيساعد يخرج بلد واليه والصابة استنسل تبقى منجودة في اليوترس قالك بعد كده بحصل ان انا عمي البلاد بهترو تمام عايز اقولك ايه عايز اقولك ان انا بعد كده بعد ما بخلص بقى البلاد وهي خلاص بدأ ان هو خرجه سأقوم باخر نزول الزيواتي بعد نهاية المنزل سأقوم باخر نزول الزيواتي لتقوم بأقفل الليوتراس لا يبدأ للزيواتي وانا اخذ البنت دي تخش في تشوك بالنسبة لبروليفريتف فيز قال لك ان عند الاندوماتيريا بتزيد واللند بتبقى زائدة فقط هي مجرد تجبر في الحجم فليس هي من السكريتوري لا يحدث فيها إفروز والبصد بسط برضو تبدأ انها ترجعتين لانها كانت هنا حصلناها ربشر وبدأت ان اكونها تاني من اولو جديد وازود فيها الدم شوية اما في اخر ملحلة السكريتور قال لك اندوماتيريا بتزيد اكتر واكتر والجلانس بيبدأ ان هي تبقى ترش وص من كتر الصيز بتاعها ما كبر والبلغ فيتلز بيبقى ان هي تبقى سبيرل وترش وص من كتر الدم اللي فيها طيب اخر حاجة بقى عندنا اللي هي لكن عندي السيرفكس اللي هي الفاجينا بيبدأوا يتقصروا بمرحلة المنسر والسيكل تمام تمام يعني مثلا هتقل ليه السيرفكس تمام اثناء ليه بروليفريتب فيز اللي احنا عارفين ان هي طبعا بتتأثر بالاستروجين قالك ان ساعتها الاستروجين ده بيروح يأثر على السيرفكس فبالتالي يخلي الميوكوس يبقى سينار ويليس فيزت يعني ايه يعني يكون اقل في اللزوجة وكمان يبقى القليل تمام تمام ماشي طيب ليه احنا عارفين بروليفريتب ديات بتبقى من اول في من اول نهاية دورة الطمس لحد ايه لحد اليال ايه الاوفيورياشن تمام تمام مسي فانا عندي مرحلة مهمة جدا اليال اوفيورياشن وانا بقى ما محتاج في مرحلة الوفيريشن دوت ان هو يحصل ايه يحصل فيرتولايزاشن تمام ببقى خلاص انا الافضل وقت ان هو يحصل فيرتولايزاشن هو وقت خلاص تمام فبالتالي انا لازم اوفر الظروف المناسبة او الملاء ميان عشان نحصل ايه فيرتولايزاشن وعشان الاسبيرمس تطرف تعدي من الفجانة وتمدأ انها تدخل وتعمل فبالتالي ازا ما اخدني الميوكس دوت يبقى سم يبقى ايه يبقى رفيع وسيط يعني ما يعقش الاسبيرمس وهي دخلا وكمان تبقى الف اللزوجة وكمان يبقى القلين عشان نعرفين ان الاسبيرمس محتاجة واسبق القلين تمام وهكيه كمان قالك ان انا عندي اه هي قالك ان انا عندي اه اللي هي الماكسمن بتبقى اعلى قيمة اه عند وقت بيكون ساعتها لها كابه هزرة اه 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 او رادي فور يعني اما بالنسبة لها بتبقى ساعتها بيعمل العكس يعني هتلاقي ما ييوكز ايه بقى اللي هي تبقى سك لانه المفروض اني انا عندي في المرحلة يبقى الاتالي هزرة ايه معناه انيه ايه حصل حصل تمام او الاسبيرمع عادة خلاص يعني كده انتهيت من مرحلة الايه لها كقوان عشان امنع اي بكتريا أو اي اوسط او اي حاجة تانية يعني والنوبا ديات تبدأ ايه تفضل موجودة في اللي هي اليوترس خلاص فبالتالي يخلي الميوكس مور ايه مورسك وليلا اديهزر ويكما يبقى اسديتي بسبب ايه بسبب ايه بسبب ايه بسبب ايه بسبب الفاجينة ان ايه تريد ان انا عندي ابيتلي لسل بتاع الفاجينة بدأ ان هو يحصل له بلوريفريشن طبعا ماشي وبدأ ان هو يقبل شوية في الحكم من كده هتلاقي ابيتلي سل في عمل لا لينيج هتلاقيه كيبر كيها شوية في الحكم طيب اه اما بالنسبة لسكريتوري فاهم بسبب طبعا الهارمون البلوكسترون وقاللك ان دوا اه اهم حاجة ان في المرحلات ديات ان هو يمنع انه يحصل ايه اهم حاجة عنده ان هو يزود الريزستانس بتاعت الفاجينة للالالينفكشن قالك انه برضو بيعمل اي كمان اهم حاجة انه يزود ليكو صايت انه يزود او بيحصل بواسط ليكو صايت للإنفكشن ده كله بحاول ان انا احمل فجانه من ان انه يحصل لها امفكشن طبعا. طبعا. كل اللي احنا قلناه هوت اهوت احنا عايزين بقى نحن نركز على كل الرسم دي يمخلصه كل حاجة. طبعا. اه هنشل الكلام ده عشان نشوف طيب عندنا ايه يا ابن انا عندي اه في الهرمونات تقع في الارض ومش مفيش ولاحية فيهم ايه زايد خلاص تمام اه فقال لك ايه لكن انا عندي من اول حوالي اربعة ايام او اول من الثلاث الخمسة ايام هتلاقي ايه هتلاقي ما فيش ايه هرمونات لاني دياد بحصل فيها ايه بحصل فيها الهرمونات وبعد كده تليها مرحوك ايه эту mary fryative phase الو من نيوم الاروابع اول خامس سانيه هتلاقي مين اللي زايد المفروض ان انت عارف ان الذي زيد هو الاستروجين خلاص تمام ان الان ب planets with the estrogen و ي Centers for amount of sugar هتلاقي ايه هتلاقي ايه هتلاقي een fraiche حالي مفروضنةable هو المفوض ان ال FSH يعني في مرحلة متقدمة شوية سانية هو الرسمة دي برضو يعني تبارد مش دقيقة قوي برضو بص اهو المفوض ان ال FSH بيبقى عالي بيعلى تمام وبعدين بيرجع ايه يقل وابعدين بيرجع ايه يالاتين يعني المفوض ان هو عند بيعلى مرتين ال FSH ده المفوض ان هو بيعلى مرتين مش مرة واحدة تمام اه المهم اه طبع احنا عارفين ان هو بيزيد عند اليوم من ال 14 بسبب ايه بسبب لي البصد فيدباك بتاع الليل الاستروجين تمام علشان اه اخدش بقى في مرحلة الليل الاوفيوليشن والحاجات ديت تمام طيب اه طبعا عارفين بيرجع ايه ما بيزيدش غير بعد ايه او في مرحلة الليل السيكريتوري فيز الليل المرحلة ايه اللي هو اه اللي هو النص التاني ايه من ايه من من السايكل اللي هو من اولى اليوم ال 14 لحد اليوم 28 بيبقى ساعتها عند ايه عند البرجع اعلى قيمة وبرضو الاستروجين بيكون زيادة برضو تمام تمام وطبعا دي التغيرات اللي بتصل فيه اللي هيا Deedy material تمام كل حاجة دي احنا برضو قلناها وده برضو التأثير اهوات المناتح tiring إن عند الif H تمام اه بيكون زايد بعدين بيقل تمام اه ولى iconic etten بينها بيكون ساعتها الaniac Michaels بعدين برجع يزيد عند ايه بص قبل اليوم الاربعتاشر يعني هو لو صفت كده هتلاقي ايه لسه اليوم الاربعتاشر ما جايش قبلها بشوية قبلها بحوالي 16 ساعة كده تمام؟ بيبدأ ان هو يعلم تمام؟ والإفس إتش بسعالها برضو هو كمان بيعلم تمام؟ طبعا بسبب ايه بسبب تأثير اللي هو الاستروجين اهو الاستروجين قبلها بيومين بتبدأ الاستروجين تحفز والإتش ان هو يبدأوا يطلعوا خلاص طميم بعدها بقى طبعا ايه بيقله بيتفعوش تاني خلاص طميم مش بعدها بقى هتلاقي عندي البروجسترون والاستروجين العليين تمام؟ تمام؟ بعد كده طبعا البتاعتي برضو مهمة قالك ان عندي الياه فلوكولارفيز اول 4 ايام بتبقى عندي الميليستروجين قالك ان عندي الياه فلوكولارفيز برضو بس من 5 ل 13 يوم احنا اسمناها هوات الجزئين تمام؟ الفلوكولارفيز طبعا احنا عرفين ان هي ايه؟ اول 14 يوم او اول 13 يوم يعني تمام؟ اه خلاص طبعا احنا اسمناها الجزئين بعد كده الياه الجزء التاني من الميليستري بيبقى حوارب حوارب الياه والياه الياه الافيوريشن بيكون برضو من ضمن الياه يعني احنا كده بنكرن ما بين ال 2 سايكل الى حد الوقت يعني احنا بنكرن كده ما بين السايكل المورطة 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 تอกدي عنوطل الورمون يوجد ان اول هادلة ا stakeholders فسبسب معolorス 처 هل ستكون انتهاء يوجد الورمون الذي كلنا سنرحيني very Eve و기를 تدعم أرسل فى هو safety سيكون اليكما كما أنت بداية اليكما أنه تمام؟ في مرحلة المستريويش المفوضة ان الوطر تو سيرد بيقعوا بيحصل لهم ايه بيحصل لهم ايه ايه ايهmann 屬مينج تمام؟ تمام؟ اما بالنسبة لل هالبليدينج بقى بس ايه مرحلت قالك ان بيكون ساعتها البيتوترية عندك ال و ال L H بيكون ساعتها ال FSH A slightly higher than زي L H secretion تمام؟ بيكون ال FSH A عالي لاني ديت عبارة عن ايه بارة عن في الوكول در فاز واشنا عارفين ال FSH هو اللي بيبقى اكتر ايه بيبقى اليتش بيكون لسه ايه معاليش. تمام? اااا في الاوبري هتلاقي عندي هتتلاقي عندي الاستروجين. ايه الاستروجين طبعا عالي. دقيقي بسبب ايه بسبب تأسير الفاظ Plaique طيب وهتلاقي عندك الاوبريان escimm Pro بتيبتأ انها برضا تكبر في الحجم اللي حد ما بتكون لها ت lion دا بسبب تأسير الايه الفاظelli طيب.爾 بسبب ايه بسبب تأثير الapi الانية اسم بيحصل لا cognicum وهو ازود في بابا انا بنسبة الانية بالنسبة ليال الوثيران ويكون عدد الإصدار أمام بالنسبة ليال بصدف في الباب لا يكوني بيقولك ان هو خلاص تمام طيب بالنسبة ليلا اوليان بيكون عند بيحصلها ربشر تمام وبيطلع لي ايه انتو ايه انتو ايه انتو اما بالنسبة لي لا بيحصل لاش ايه اي ايه لانها نفس المرحلة لام لكده يعني طيب بالنسبة اخر مرحلة بقى ليال اول سكرتوري يعني يكون لديك الكربيجيتوري فيز لكن انا لدي اله والفش يكون عاليين لكن الوه المفروض اللي هيحصل لكن انا لدي بيكوني حاجة اسمها الكربوس اللي بسبب تأثير اله طبعا عليها طيب بعد كده قالك الاندوماتيريال اللي هيحصل طبعا احنا عارفين ان هي دي المرحلة بيكون فيها عندي طبعا الاندوماتيريال بتبقى اكبر حاجة او من سميها اليا بريبيجيتوري فيز كل الكلام برضو اللي احنا قبل كده مش عزيز نعوده تاني اخر اكبر عندنا felt like اللي هي الانورذيوري سايكل لكن اوني اسمها كده ان من جديد و ماي façon疑هvem ماكونتش over بسبب حاجة من التاني اما ان انا اسم انا имеو اللي اله قريب ان ان انا عاديico الاكثر في اله لكن انا عند بنضي اله Arkansas المنصulates Progressive او ممكن يكون سبب او ممكن يكون مسلا ان انا عندي دوت اللي اول ادارة الطمس حصلت بيحصل بعدها كذا سايكل بيبقوا لسه مش متزبطين او لسه ايه لسه مش كل حاجة لسه اتزبطت وكده فممكن ايه يحصل ايه بس من غير ايه من غير بعيدة ما يبقاش فيها بعيدة تمام تمام ايه ايه فرست فيوسيقل افصر بيو بيرتي تمام ونفس الموضوع برضو مع المنيبوز اللي و ايه الك ان انا برضو اا ليه لعبطت للابا شوية كده بقاش في ايه ما بقاش في اوفا منزف المليه سيريواشن قالك ممكن ان يكون اا مسلا بسبب يعني مش شخص بعمل اا او بيتمرن كتير جدا فهتلاقي ايه هتلاقي اغلبه يعني بسبب تدمير فتشو تمام مش ايه مش اوفا مش عالفي كون اوفا تمام. مبيلحاشي كون أو حاجة زي كده يعني. اااااااااااااو بيكون يعني نذهب عباراة ايه برعا تيشون اتدمر بس يعني. طيب. قالك ان انا عند الا عنth اللي هو واحدة بتاخد حبوب مناء الحامل طبعا لو هي بتاخد حبوب مناء الحامل. فبالتالي عند الاستروجين وبراجسترون دائما عالية. فبالتالي انا عند ال ال H و ال F H دائما قليلين. تمام? فبالتالي اصلا مش حصل ايه مش حصل ده مرحلة الطبويد تمام? طيب بعد كده برضو عندي اسباب ممكن تكون بسبب مرضي مسال مسابا انproduction لنا عند الهربونات مش مزبطة عمل وقد ممكن ما يحصلش كمام ممكن يكون سبب الاكل ينتى بتاكله اى تمام او مسلا هي الهيبوثيرمك دستفانكشن إننا عند اليال خصوص الشغاية فى مستوى معدي تسرى فى الدم أو مستوى ممكن أن يكون مثل على الطائرة طيب قالك التغيير الى بتحصل أننا عنده مثلا اليال جرافين ايان غرافين فوليكل قالك ان غراففين في فوليكل لانا مستوى حقس له مشكلة يبدأ مستوى ربشرة يعني الآن ايان الثانية وايضة مستوى عادي وتلاقي ايه وطينا الغرافين فوليكل المتكونة مممم وفي هى الجواه البويضة عادي وكل حاجة تمام؟ بس هي معا يعني بتضمر بالبوايدة اللي بواهاتي قال لك تمام اه القلك كمام ما بيبقاش في لان اصلا مكونات ايه مكوناتش القربوس اي دي طيب لان ما مكوناتش جسمة اصفر اصلا. خلاص تمام قلك اه يمكن يحصل يجب ايه بسبب الاستروجين الاhalten انا ما عندش اي ما عندش غير الاستروجين بستلاقي بطانقة الرحم لما عددت تكون هتلاقيه بتكون اه السمك بتاعها بيبقى اقل تمام بسبب ان انا اصلا تأثير برو سترون بيبقى هو اللي تأثيره اكبر على الايه على طيب بالنسبة بانتظام عادي يعني هي دورها الجيلة في ايام عادية جدا وكل حاجة ما فيش اي مشاكل بس هتبقى ايها هتبقى مميزة انها للسايكل هتبقى الفترة بتاعتها اقلي من 28 يوم وقالك ان انا عندي بدلا ما كان بتقعد مثلا من 3 ل 5 يام يمكن تقعد اقل تمام قالك كمان اللي هو يعني البلود اللي نزه يبقى اقل طيب قالك ان انا ازاي بقى اشخص انه اوعرف انه حصل اتاكد انه انه حصل وخرجت بغيضة وكده عارف منين قالك ان انا مسلا ممكن ان انا اعرف عن طريق ان انا اشوف درجة حرط الجسم كنا عارفين ان احنا دوات لما بيبقى زايد او اللي بيبقى موجود في الدم او في فترة يعني هتلاقي عندي درجة حرط الجسم زادت بمقدار من نص درجة تمام نص درجة خلاص طيب او مسلا عن طريق في البلازما يعني انا على قصة هرمونال ايه عالي تمام تمام ده بسبب ايه بسبب افتر ايه ان ايه واني انا اشوف الهرمون ده بس في اليورين عن طريق ان انا عندي دوت لما بيحصل له انه بتغير اسم من لحده او بريجنان ان عاش واحد كذا حصل طيب عن طريق الكربس باخير طيب lightning الكوربس اصلا الجسم الاصفر فهتأكد ان كده حصل او عن طريق مثلا اللي هي السربيكل اه اللي هي الميوكس اه عن طريق مثلا لو لقيت الميوكس دوها او اسد اه اسد يعني لان احنا عارفين البروغسترون لما بيروحي اسر على اللي هي الاسيربيكس كنا عارفين ان هو بيخلي الميوكس سيك وبيخليه اسدتي وبيخليه اه اللي هي الادهزف يعني يكون جامد وصعب ان هو يحصل له استريتش اللي هو فيلت و ايه والحمد لله خلصنا المحاضرة اه واتنالتكم استفدتم و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته